اشتركوا في القناة الجهود الدولية الرمية إلى حماية مستقبل البشرية في إطار الأخوة الإنسانية والمصير المشترك مشيدا بالجهود التي تبدلها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بما يدعم صياغة وتحديث استراتيجيات شاملة لتغير المناخ وربطها بأهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن مملكة البحرين نجحت في تعزز كافة أبعاد جودة البيئة وتقليل تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارية حيث شرعت الحكومة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في بناء منظومة متكاملة تربط بين حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التوافق بين الالتزامات المناخية ومتطلبات التنمية ترجمة نانسي قنقر